اشتركوا في القناة 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 بيتكرر مع كارلوس كيروش الناس عايزة تتفرج على منتخب مصر بيلعب كرة هجومية وبالتالي هو كارلوس كيروش ما بيلعبش كرة هجومية هو بيلعب كرة منظمة بيلعب كرة معتمدة على التنظيم وإفساد هجمات المنافس ومحاولة بناء اللعب بطرق بسيطة بس بالنهاية هو مش مدير فني هجومي عشان تبقى المساء الواضحة هو كده طول حياته بالمناسبة زي هكتور كوبر كده طول حياته مدير فني دفاعي كارلوس كيروش مختلف عن كوبر ما بيدفاعش زي كوبر بيدفع بطريقة أكثر زكاءا من هكتور كوبر في الرأي يعني ومعتمد أكثر على أن المدارس اللي عادة بيها المدرسة البرتغالية في الطريقة الدفاعية جيدة جدا فيما يخص أن هي أحيانا بتطبق الضغط العالي أحيانا بتطبق الدفاع اللي بيسموه Pro Artif اللي أنا أقطع الكورة قبل ما الخصم يبتدي يتحرك بشكل جيد في الملعب وبالتالي هي طريقة منظمة بس مش طريقة هجومية الجمهور المصري مش عايز بس يروح كاس العالم ده عايز يروح كاس العالم وعايز يلعب كورة حلوة في كاس العالم وبالتالي الهدف اللي المفترض يتحط على ترميز الاتحاد الكورة هو أن أنا أوصل كاس العالم الجاي ما أعتقدش أن دي حاجة المفترض تبقى صعبة لأن من كاس العالم الجاي عدد المنتخبات هتبقى زاد وعدد المنتخبات المتأهلة من افريقيا سيبقى تسعة فمش المفترض ان احنا ما نروحش وان احنا نلعب كرة حلوة في كأس العالم المقبلة طيب وبالتالي القطة اللي تتبني عليها المشروع المشروع المفروض ياخد وقت بس هو الوقت من دلوقتي لكأس العالم الجاي والهدف ان احنا نلعب كرة حلوة وبالتالي نروح نشوف مدير فني بيقدم كرة قدم جميلة مش لازم اسم كبير مش لازم نكون روتينيين مش لازم نبص على السوق ونختار الاسميل اللي احنا حفظينها واللي احنا عارفينها بس مش لازم اول حد نفكر فيه باتشيكو مثلا مش لازم دايما نخط في دماغنا الاسميل اللي كانت حوالينا قريب الاهلي لما اخترع ريني فايلر كان جديد ولما المنتخبات في افريقيا مع زنبيا على سبيل المثال ظهر ايرفي رينار كان جديد بس ايرفي رينار بقى فين دلوقتي بقى واحد من اكبر المديرين الفنين اللي موجودين على مستوى المنتخبات في قارة افريقيا وفي قارة اسيا في الوقت الحالي مع المنتخب السعودي وبالتالي احنا محتاجين نروح للتجارب دي للمذاكرة دي نحنا نخط كل الاسماء اللي بتلعب كرة هجومية على الترابيزة ونشوف امكانياتنا ومحتاجين نبتدي نعمل الحاجة اللي نجحت معنا احنا شخصيا احنا نجحنا وده مكانش مخطط بس احنا نجحنا مع كابتن حسن شحاتا بشكل رائع بسبب ان كابتن حسن شحاتا كان مدير فني للمنتخبات الشباب شوئي غريب كان مدير فني للمنتخبات الاصغر سنن هو الاخر كان مساعد لكابتن حسن شحاتا فالاتنين لما اشتغلوهم مكانوا بالفعل كل واحد فيهم قاد مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين دي ومن المواهب دي واللاعبين دي ويدين وبالولاء وبكل شيء اللي المدربين دوله وواسطين فيهم وفي كفائتهم وبالتالي ده ساهل كتير على كابتن حسن وكابتن شوئي ان هما يشتغلوا مع بعض وكابتن حسن طبعا يقود المسيرة النقطة التانية ان احنا ندلهم بقى ساعتها وقت يعني نجيب مدير فني اجنبي عنده كورة هجومية جايدة وعنده قدرة على تطوحها زي رينيفايلر على سبيل المسال لما جمع الاهلي ونجيب المدرب ده ونديله الوقت الكافي لان كابتن حسن شحطة شخصية نديله زهبي المنتخب مصر نجح ومسك 2004 هو نجح في 2008 مصر قدمت افضل كورة لها في كاس امام افريقيا في 2008 حتى احسن بكتير من 2006 وبالتالي هو ده المشروع وهو ده الوقت اللي احنا محتاجينه نحط نفسنا ورا مشروع بجد مشروع يحقق الاهداف واهداف الجمهور دلوقتي واضحة مش هو مش عايز بس يوصل كاس العالم هو عايز يبني كورة جميلة طيب ليه انا مش شايف تيروش هو اللي قادر يعمل ده اولا زي ما قلنا لان هو بيلعب كورة منظمة مش كورة هجومية وانتوا عايزين كورة هجومية وبالتالي يبقى لازم الناس تبقى فاهمة انه كورة القدم تلعب للجمهور وجمهور عنده رفاهية انه يختار هو نفسه يشوف ايه وفي نفس الوقت ما انت بتلعب دايما على النتائج وعلى الاداء النتائج لم تتحقق خلاص انت ما وصلتش فانت عندك وقت بقى من دلوقتي لحد كاس العالم الجاي تبني فيه طيب نستثمره ونلعب كورة هجومية بقى ونطور كورة طالما قدامنا وقت كبير لسه على كاس العالم الجاي طيب نستثمر الوقت ده طيب ليه كارلوس كيروش لقى كمان لان الجمهور عاطفي بطبع وبالتالي لو كارلوس كيروش وانا اثق في ان هو مدرب جايد بالمناسبة مدرب كبير جدا الرجل ده لو خسر في الرحلة المقبلة اي مباريات الناس هتفتكر له الرصيد القديم بتاع الاخفاق متعكس اوهم افريقيا اللي هيتحول الاخفاق خلاص لانك مكسبتش اللقب ومسعدتش كاس عالم فانت الاخفاق لم يتم استثمره كبناء هو اخفاق ولم تبني عليه وبالتالي هو اخفاق وفولستوب ونقطة وبالتالي الراجل مش هيشتغل باريحية لو هو كمل وبالتالي علشان كده بقت حاسس ان الاريح ان احنا نبتدي المشروع بتاعنا من الصفر المرة تانية اه اي مشروع محتاج وقت هو كارلوس كيروش شخصيا لو كان اشتغل من اربع سنين فاتر كان زمان نركس العالم يمكن اه يمكن كل الشيء وارد لكن في كل الاحوال بما اننا هنبني وبما اننا عندنا فرصة نبني من الصفر ما نبني صح ما نبني اللي عايزه الجمهور وجمهور عايز كرة هجومية ما تيجو نشوف مدير فني جيد يستطيع تطبيق الكرة الهجومية على مستوى المنتخبات ويشتغل مع مدرب المدرب ده يكون رابط مع منتخب الشباب والمنتخب الولمبي وبالتالي يبقى فيه اتجاه واحد احنا كلنا ماشيين فيه هدفنا فيه نحن نوصل لكاس العالم الجاي ونلعب كرة حلوة هو ده التارجط الاساسي بتاعنا وبعدها هنبتدى نحط التارجط التاني احنا عايزين نكسب كاس امم افريقيا مرتين ثلاثة واربعة مرة تانية عايزين نهي من عقرة ما احنا بقى ما احنا كوننا منتخب قادر انه يلعب كرة حلوة في كاس العالم فطبيعي طموحي بعد كده ان انا دايما بقى موجود في كاس العالم ودايما بلعب كرة حلوة في كاس العالم وبكسب وكمل البنى واشوف العوامل اللي انجحت فيها وكمل بيها مرة تانية ده رأيي فيما يخص منتخب مصر وهبقى اسمع ارائكو برضو بعد بقى من انتقل الى مباريات اليوم طبعا اهم مباراة كانت موجودة النهاردة اتمنى ان العدد بقى يكون جالنا خلاص من الفرجة على الماتشاط وابتدى يتكلم معانا كانت اهم مباريات اليوم على المستوى المحلي بكل تأكيد زمالكو بيرامدس الفريقين اللي بيتنفسوا على المنافسة الاهلي على قمة جدول الدوري المصر الممتاز مين فيهم كان هيسبق التاني في الجدول مين فيهم هيحط نفسه في اسراع السنائي مع الاهلي على اللقب الزمالك انتصر انتصار الزمالك النهاردة مهم جدا مش عشان بس الروح المعنوية بس الزمالك كان على طريق من اتنين الطريق الاولاني هو طريق ان احنا هنبني مشروع وهيكون الركيزة الاساسية فيه هي خبر جوزغالدو فرار الطريق التاني ان احنا في مرحلة انتقالية المرحلة انتقالية قد تسوق النادي الى مكان بعيد خالص عن الاتجاه السليم ويرجع بس بعد وقت النهاردة بداية ممتازة لان احنا نمشي في الطريق بتاع اليمين بتاع جوزغالدو فرارة بتاع ان جوزغالدو فرارة قادر على ادارة الازمة مع مجلس ادارة النادي القرارات الخاصة بعدم التجديد للعبين اعتقد ان هي عملت نوع من انواع الراحة عند الجمهور فيما يخص ان هي خلت اللعيبة ما تفكرش بالطريقة بتاعها اعتا هفضل شاي لزا مالك كاكرت على جنب بس انا دماغي مشغولة بحاجات تانية لا انت دلوقتي بقي عندك طريق واضح فالطريق الواضح ده انت بقي تعرف اولك من اخرك كنادي انا خدت قراري وبشتغل عليه وكلاعب انت دلوقتي عارف انك في وضع ما ولازم تشتغل عليه فاللعيبة يعني على المستوى النفسي كانت محتاجة شغل كتير من جزاله في راق ويبدو ان رجل نجح في ذلك يعني دليل مستوى اشرف بن شرك ادارة الازمة من فريرة كانت صعبة جدا لان انت بتتكلم في لعيبة عقودها بتخلص فريق مستوى البدني منهار فريق على المستوى الفردي لعبته فقدة الثقة في نفسها تماما فريق اللعيبة على المستوى الفردي عندها نواقص بسبب انه ما كانش فيه موسم انتقالات سابق لزمالك بسبب غلق باب القيدة لا يناير ولا الصيف اللي قبله وبالتالي مشاكل كتير قوي وكان اللعب في دوري ابطال افريقيا بلا خيمة في المبارايتين اللي فاتوا وكان الجمهور المصري دماغوا مشغولة مع المنتخب المصري والسنغال فاحنا سيبنا جزالده فريرة يشتغل وبصينا على الماتشات التانية وبقينا بقى في الاخر رجعنا النهاردة كان الماتش الاولاني اللي بيبص فيه بنقوله ايه يا معلم عملت ايه في فترة اللي فاتت دي يا طرى الفترة اللي فاتت دي طورت فيها حاجة ولا لا في الحقيقة خليني اقول ان تحليلي الماتش الزمالك وبيراميدز انا هرتكز فيه على الجول الثالث للزمالك في المارما بيراميدز ايه اليقى البدنية كانت قليلة اويس الزمالك في الفترة الاخيرة ما بترس كارترون وكان النتيجة بتاعدها انك الضغط العالي اللي بتحاول تطبعه على الخصوم كارثي كل الناس بتعدي منك بمتهى السهولة حد ما توصل لمرماك بلا قطع للكرة من خلال لعبيك تكتيكيا انت كنت في حالة اه سيئة للغاية فكانت خطوطك بعيدة تماما مع بعض فرديا لعبتك مكانتش عارفة هي بتعمل ايه في الملعب مكانتش عارفة هي بتعمل ايه في الملعب مكانش فيه ادوار خلاص كانت المسألة منتهية الجول الثالث للزمالك في بيراميدز ابتدى بضغط عالي مميز جدا رقابة للعب ارتكاز بيراميدز من جانب هجوم الزمالك توجيه للضغط للناحية اللي بتميل عليها الكورة وانطلاقه ضغط عالي اول ملاعب بيراميدز بيتزنق ويبتدي بأخيارات التمرير عنده قليلة فسترجع الزمالك الكورة فحولها الى هجم عكسية تسجل الهدف اللاز انتصر بيه على بيراميدز ده الجول ده هو اللي بيقول ان الراجل في ريرا بيشتغل بيشتغل تاكتيكس بيشتغل ياقة بدنية بيشتغل على رفع حالة اللاعبين زي اشرف بن شرقي فتلت اهداف اتضربوا بثلت رصاصات ممتازة من المدير الفني البرتغالي في ارض الملعب طيب هل ده معنا ان خلاص في البراميدز كده هو الزمالك رجع والزمالك فاق وشكرا خلاص المسألة هتمشي بسهولة بعد كده لا لان اولا انت بتلاعب بيراميدز هو فريق بيبادلك الهجوم انت هتبتدي تخش في انك محتاج افكار تاكتيكية اكتر تفصيلا هجوميا من الزمالك وهو بيلاعب فرق بتلعب عشرة وراكورة فدي حاجة يخش فيها الفريق الحاجة التالتة لا يخش فيها الفريق طيب اللاعبها دلوقتي فاقت وركزت خلاص في ارض الملعب وفرق عرف يلمهم بشكل جيد جدا بس هما برضو عقدهم هتنتهي هنعمل ايه في الموقف ده الحاجات التالتة ان تاكتيكية حتى وانت بتعمل الحاجات فيها ايجابيات كتير بس لسه فيها سلبيات كتير يعني على سبيل المثال في بداية المباراة كل هجمة البرامدز طالع بيها من تحت الضغط بسهولة امام الزمالك بسبب ان خط ظهر زمالك العالي اللي هو لازم يلعب دفاع عالي علشان يبقى يعني قريب من وسط الملعب ووسط الملعب قريب من الهجوم فقدرين نضغط على بيرامد الضغط العالي ده الدفاع العالي بتاع الزمالك كان اختراقه بيتم كتير جدا وكرات طولية كتير جدا تلعبت من ورا الوينش فبالتالي واخد انذار وبعد كده طرب فالنقطة دي نقطة من النقاط اللي لسه في الريرا محتاج يشتغل عليها انا فريق هجومي وانا بهاجم لازم اعرف ازاي ما يبقاش عندي عدم امان كبير في خط الظهر بسبب ان خط تفاعي متقدم لانه لازم يبقى متقدم ولازم الضغط بتاعي يديب نتائج حسن من كده يمكن انت متلعب واحد من قمضل طرق الدوري في الخروج بالكرة من تحت الضغط فالنهاردة اختبار حقيقي لازم مالخ في النقاط كتير ويمكن في المنافسين التاليين للزمالك يكونوا اقل قوة من بيرامدس لكن هيصدروا للزمالك تحدي تاني زي ما اتفقنا وهو خاص بان هيتكتلوا قدام الزمالك فانت هتحتاج حلول اكتر فهتحتاج تشتغل اكتر مع العيبة فرديا هيخش زيزو في المنظومة بالتأكيد هيبقى مفيد عمر السعيد النهاردة تحركاته كلها جزرال وفرارة يعني عمر السعيد النهاردة هو نفس الشخص اللي كان مع كارترون بس المرة دي هو عارف بيعمل ايه ما بينفسش ده بقى احسن طريقة لان هو كورته اصلا مش عالية لكن ده لا يمنع انه على الاقل هو عارف بيعمل ايه في الملعب عارف امتى بيقطع فبيفضل المساحة عارف امتى بيستلم الكورة من مره منطقة الجزاء ويرفع عين ويبص فين فيباصي ازاي ففيه حاجة متمرنين عليها ده ظهر بشكل جيد جدا على الصعيد الاخر بيرامدز طبعا بكل تأكيد هيفضل داخليا عندهم احساس ان هم ما قدروش يكسبوا الاهلي ولا قدرو يكسبوا الزمالك وبالتالي فكرة ان احنا نفس على الدوري طب هل نفس على الدوري ازاي واشن مش قدرين نكسب المنافسين الطبيعيين بتوعنا على الدوري يمكن بيرامدز هو اصلا اصلا يعني وانا بعتبر ان دي اول سنة بيرامدز يبتدي حاول يمشي على الطريق الصحيح لان تغيير المديرين الفنيين والطريقة اللي تم تعاقل بها مع الفريق وتشكيل الفريق وبعد كده تجميد النجوم اللي موجودة دي او الحفاظ عليهم بدون اضافة قوية لهم في الاماكن اللي بتضعف هي كلها كان فيها حالة برجلة اعتقد انها ابتدت تتنظم في الصفر اللي فايته وابتدت تبقى احسن مع وجود ايهاب جلال في ادارة المنظومة وبالتالي اعتقد ان بيرامدز ماشي في الطريق الصحيح بس هو بعيد لسه عن ان احنا نعتبره المرشح الاول للفوز بلقب الدوري هي نافس لكن اعتقد انه مش فكرة محتاج وقت بس محتاج لسه ادوات اكتر ومحتاج ان كابتن ايهاب جلال يفعل المود بتاع الابطال عند اللعيبة دي يعني يمكن في الاول في الاخر هي كلهم اسماء جمدة وكبيرة جدا لكن مود البطولة محتاج التنافسية اللي انا مبخسرش فيها كرة بسهولة مبترقصش بسهولة مبسبش مساحات وراي بسهولة مبضيعش فرص بسهولة بيرامدز بيعمل كل حاجة صحة في الكرة وبيعمل التلات حاجات دول بيترقص بسهولة بيضيع بسهولة ويسيب مساحات في ظهره بسهولة التلات حاجات دي محتاجة ان هي تتظلط مع كابتن ايهاب جلال وبعدها تقدر تقول ان الفريق ده بالاسماء دي بالنظام التكتيكي ده بالمدير الفني ده جاهز للمنافسة على اللقب الانتقى اللي ماتش الاهلي الاهلي والتحاد سكنداري كان فيه كذا نقطة الناس بتتكلم فيها النقطة الاولانية خاصة بالاداء كان قلت كتير من الاهلي في الشوط التاني عايز اقول لكم في الرأيي انا لسه حتى هذه اللحظة بحسابات عدد الدقائق اللي لعبها لعيبة الاهلي قياسا بلعيبة الدوري كله الاهلي بيلعب نفسه مش بيلعب نفسه يعني المنافسين بتوعه اضعف منه لا يعني الاهلي بيلعب وهو عنده منافسين قادمين من حساباته هو الشخصية بمعنى ايه بمعنى ان عنده لعيبة مرهقة ممكن تكون مهم جدا انها تضل موجودة في الملعب سي مرهقة زي عمر السلية مكانش بادي المطش اليو ديانج اخد انذار فاليو ديانج اخد انذار وهو مرهق وبالتالي قد يكلف فريقه بطاقة حمراء فبيخرج الاهلي ظروفه بسبب تكدس المباريات خلت موسيمان عنده حسابات مختلفة يعني وهو بيدير المطش هو ادماغه في المطش اللي فاته وفي المطش الجاي وادماغه في ان ازاي ادير الفريق بعدد اي لعب جيدة مناسبة للجميع بحيس ان محدش يقع مني من اللاعيبة وفي نفس الوقت افضل عارف امتى اقدم محمود وحيد اه ادي كريم فؤاد واقت اكتر وقوة اكتر وادفعه اكتر للتقلق وادى له خد دلك مثلا في مطش الهلال السوداني كريم فؤاد واحد من المجموعة الدفاعية مكانش بيهاجم كتير في الشوت التاني تحديدا كان خمسة ورا الكرة خمسة قدام الكرة هو من الخمسة بورى الكرة فهو مش مطلوب منه يزيد حتى هو في المؤتمر الصحف لبيتسو موسماني كان بيشيد بين الدفاع و كريم فؤاد في الوجبات الدفاعية و في حفاظ الأهلي على مرمافي المبارادي بسبب الأسماء دي فبالتالي بيتسو موسماني في الوقت الحالي هو بيدير الأهلي وهو بيحاول يتخلص من أعباء الدقائق الكثير جدا اللي لعبها اللعيبة اللي فيهم جزء كبير منهم دوليين فكانوا مع منتخب مصر في البطولة العربية ثم كأس أمم أفريقيا ثم تصفيات كأس العالم و في خلال تلك الفترة كان فيه دوري أبطال أفريقيا و كأس العالم للأندية و الدوري المصري الممتاز فاحنا بنتكلم على عدد دقائق لعب مهولة للمجموعة دي وبالتالي هو ده جزء من التحديات الكبيرة اللي عنده موسماني عشان كده كنت بقول إن الأهلي بيلعب تحدياته بلاش بيلعب نفسه عشان الناس متفهمهاش غلط وتفتكر إن أنا بقول إن الأهلي في حتة تانية قاسة من بقية المنافسين لا الأهلي بيواجه تحديات خاصة بيواجه تحديات لا يواجهها أحد غيره قياسا بإن لعبته وهي الأكثر إرهاقا في الدوري بس فعشان كده أنا لسه عزر موسماني على اللغبطة اللي موجودة في فرقته وشايفه مميز في إنه اللغبطة دي ممنعتوش من إنه يستثمر الأوقات فإن ميكي سوني النهاردة واحدة واحدة بيجي إن كريم فؤاد واحدة بيثبت نفسه وكريم فؤاد بقى مهم لأن كريم فؤاد ده هو كان بديل علي معلول وكان بديل في نفس الوقت محمد هاني وأكرم توفيق فوجوده في التوليفة مهم فلما تكسب ميكي سوني تكسب كريم فؤاد العناصر دي بيحاول يدوس بنزين أكتر مع برسيتاو فلما تحاول تكسب العناصر دي كلها أنت بتبني لأن لما الدنيا تستقر والأهلي يبقى بيلعب عدد دقايق طبيعية وقتها نقدر نقول إن ساعتها الفريق هيكون جاهز في إنه يكون زي القطر بيجري ويجمع نقطه فده ما يخص مطش الأهلي ناخد بقى قهوة بقى ونتكلم عن كريم بنزين ما شوية يعني أنا بشجع ريالما زيد مبدئيا لما يعرفنيش يعني كريم بنزيمة وخلينا نقول الموضوع ده بشكل فاكتس أنا كاتبهم وراء بعض وأنا بتفرج على الهايلايتس بعد مطش ما خلص عشان أرتب كلامي مرة تانية لقيت الآتي الهجمة الأولى للريال مدريد كريم بنزيمة صنع كرة بالكعبت حوالت إلى فرصة خطيرة للفريق الأبيض ضيعها في ملعب السانفورد بريدش الهدف الأول هو الهجمة الثانية للريال مدريد بداية الهجمة عند كريم بنزيمة طبعا بخلاف نهاية الهجمة الهجمة الثالثة للريال مدريد تاني كربخالد قطع كريم بنزيمة بيلعب ببرا منطقة الجزاء ماسك الكرة فبعيد آسف عن اللعب بس هو واخد عيني قلب الدفاع لناحية الشمال في تشيلسي فكان الطبيعي الهجمة مع ريال مدريد فكان الطبيعي ان كريم بنزيمة ينضم بقى يدخل منطقة جزاء تشيلسي لأ فضل واقف برا فضل شادد معاه قلب الدفاع الشمال بحد ما كربخال واصل ودخل منطقة الجزاء وضيع فرصة كانت خطيرة جدا دي تالت فرصة لريال مدريد رابع فرصة كريم بنزيمة نقل اللعب الكربخال لأسف لفانيسيوس ناحية الشمال وبعد كده راح استلم الكورة وضيع الكورة ده بخلاف الهاتريك يعني احنا بنتكلم في ان ده تفاصيل الهجمات بتاعت ريال مدريد بخلاف الهاتريك كريم بنزيمة هو الراجل اللي انت لما تلعب عليه دفاع مان تو مان بتخسر لاعب لان كريم بنزيمة بتحرك في كل حتة في الملعب وبيشد المان بتاعه لبرا بحيس انه يفضل مساحة لزميله لما تلعب عليه زون ديفينس بتتعب وبتشأل لانه بيتحرك في حضن وسط ملعب ريال مدريد هو اقرب واحد اللي لعبة وسط ريال مدريد دايما وعنده السرعة وعنده الزكاء اللي تخليه يعرفين الى الكرة امتى ويتنقل هو منطقة الجزاء امتى كريم بنزيمة هو العقل والقلب والروح بتاع ريال مدريد في الوقت الحالي هو اللي ضغط وقطع الكرة من مندي هو القلب والعقل اللي بينقل الكرة البينيسيوس وروح يستلمها من داخل منطقة الجزاء ويجيبها بالهد هو الروح بتاع ريال مدريد هو الكابتن فاحنا بنتكلم في ان كريم بنزيمة هو بطل بكل تأكيد المبرامش محتاج ان انا اقول كده الناس كلها شايفت ده وعارفة ده وعارفة ان واحد جاب هاتريك يبقى طبيعي بطل بس انا بوصف لكم اللي عمله عشان يستحق كلمة بطل في ريال مدريد طبعا الماتش نفسه ريال مدريد عنده مشكلة صعبة جدا ان قيمة ريال مدريد مش كبيرة في عدد اللاعبين وبالتالي هو دايما عنده ازمة في انه لو كريم بنزيمة غاب او فينيسيوس غاب او لوكا مودريتش غاب واحد من التلاتة دول ريال مدريد بيخسر النص بيخس النص فبالتالي هي داي انت ماشي على الحبل انت الموسم بتاعك كله متعلق بان كريم بنزيمة يفضل موجود فينيسيوس يفضل موجود لوكا مودريتش يفضل موجود لان ده دول السلاسي اللي بيقدروا يعملوا الفارق وخلينا اتكلم عن لوكا مودريتش زي ما اتكلمت عن كريم بنزيمة لوكا مودريتش ده المفروض انه هو وقبله كان شايفي الانسو الصفقات دي صفقات تستحق ان احنا نقف عندها شوية لان اللعيبة دي خلت لا قبالغ يعني لما اقول ان هي كانت من اسباب ان ريال مدريد يكون في منطقة تانية في دوري ابطال اوروبا في قياسا بمنافسية طبعا احنا نتكلم على لقب انشلوتي وثلاثة زي دانة لوكا مودريتش كان متواجد يعني لوكا مودريتش كان كان الحاجة المميزة لريال مدريد عن كل العالم بمعنى ايه ليفر بول ده الفريق اللي بيلعب ضغط عالي ما بيعرفش هد الرسم هو ضغط عالي طول الوقت منشستر سيتي الفريق اللي بيلعب بالكورة طول الوقت نقلات سريعة نقلات سريعة ما بيحافظش على الكورة بشكل سلبي او لفترة بيقدر يقف بيها على اللعب ما بيهبطش الرسم كتير منشستر سيتي الفرق دي كلها بتلعب تنبو عالي اوي الفرق الفريق الوحيد في اوروبا في الفترة اللي كسب فيها تشامبيونز ليج ريال مدريد مع انشلوتي ثم زين دين زيدان الفريق الوحيد في اوروبا اللي كان بيعرف يهد الرسم ويعليه زي ما هو عايز كان ريال مدريد والفضل يعود في الاصل لوكا مودريتش في الموضوع ده لوكا مودريتش طبعا كان وجود صنع لعب صريح زي اسكو في فترات وهكذا يعني بس لوكا هو اللاعب اللي بيقدر يهبط الرسم ويحافظ على الكورة ويعلي الرسم هو الراجل اللي عنده كريتيفتي وهو الراجل اللي بيجري ورا ليونيل ميسي وبيقطع الكورة وبيعمل باكلنج وبيستعرجع الكورة لريال مدريد وبينقله للجول لوكا مودريتش صاحب الفضل ان ريال مدريد قدام فرقة شابة جدا زي تشيلسي كأنها لها هبة أعلى من أي فريق آخر في أوروبا برغم ان هو كان موجود السنة اللي خرج فيها ريال مدريد من تشيلسي لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي خرج فيها ريال مدريد أمام تشيلسي ان ريال مدريد وصل المباراة اليوم باليقبة دنيا مرتفعة عكس المرة اللي فاتت لكن يظل ريال مدريد ماشي على الحبل سواء من السنة الأخيرة لزي دان أو السنة الحالية لأنشلوتي ريال مدريد ماشي على الحبل لأنه لا يستثمر كثيرا في موسم الانتقالات وبالتالي عدد العناصر اللي عنده القادرة على صناعة الفرق وليلة لو غاب واحد من المفاتيح الرئيسية بنظيمة فينيسيوس لوكا ريال مدريد موسمه ممكن يمشي بعيد عن الاتجاه اللي هو رايح له قياسا بقى بكده خلينا نتكلم عن تشيلسي طبعا وضح التأثر بالظروف في الأول أنا راهنت أنهم مش هتأثروا بالظروف وأن الوضع الحالي لتشيلسي مستقر والوضع المستقبلي هو اللي هيبقى مهزوز فبالتالي مش وقت أن الفريق ينفرط عقده زي ما بيقولوا لكن اللي حصل أن الفريق انفرط عقده لسبب غير مفهوم اللقطة التانية أن تشيلسي هو عبارة عن مكينات تروس تشيلسي النهاردة استكشف مناطق جزاء ريال مدريد وحاول مناطق جزاء ريال مدريد وكان قادرا على تهديد مرمى ريال مدريد كثيرا لكن المشكلة أن ما كانش فيه بنزيمة عند تشيلسي ما كانش فيه الرجل الباص عنده حاسم والتصويب عنده حاسمة واللعبة بالهيد عنده حاسم هي لعيبة لطيفة لعيبة سريعة وقوية وبتجري بس في النهاية ممكن يروحوا على جول كتير وما يجبوش ممكن يروحوا على جول مثل مونت بوليسيتش كاي هاورتس النوعية دي هي لعيبة ممتازة بدنيا وممتازة على مستوى القوة وعلى مستوى المهارة لكن لسه ما قسهم إن واحد فيهم يتحول لمحمد صلاح والتانية يتحول لساديو مانيه والتالي يتحول لفرمينو إنك تتحول من لعب جيد كفء سريع قوي إلى نجم هي النقطة الناقصة في تشكيل تشيلزي طبعا جات الظروف كمان ولعبت ضد الفريق فساعدت ريال مدريد على تفوز بغوارات الزهاب وإن كان لازالت الأمور خطرة لأن زي ما قلنا ريال مدريد ماشي على الحبل وبالتالي ما تقدرش تضمنه في أي ماتش إنه أولا يفضل محافظ على اليقطو البدنية لأن طول ما انت ماشي انت بتنفس على خطين الدوري والشامبيونز ليج وما عندكش عدد كافي من اللاعبين عشان كده النهارده أنشلوتي أجات بوجود فالفيردي الراجل اللي أنا يعني كنت أتمنى أنه يكون موجود من بداية السيزن لعدد دقائق أكثر لأنه واحد من الأسباب الرئيسية اللي بتدي ريال مدريد شباب وحيوية يعني فده الوضع قبل مبارات الإياب مش هقدر أكد بقول إنه اتفرجت على باميونيخ وفيريال يعني على قد مالواحد قدر بقى إنه يلقط كده بس في النهاية خلينا نتكلم عن باميونيخ وفيريال بقى إن شاء الله وقت العودة ده كل اللي كان عندي خلينا نقرأ مع بعض الرسائل بسرعة كده وندردش سوا في الحضراتك وبعتينه كيروش فكره عقيم يا أحمد حسنين للأول فكره عقيم يعيز ولم يوضف أي تكتيك هجومي حتى في نص الملعب اختياراته عقيمة ودائما اللعيبة اللي بتتقلق كان بتيجي معاه بالصدفة عشان الإصابات زي منعم وياسر بص يا حسنين أنا مش معاك في الحكتة بتاعت اللعيبة اللي بتتقلق بتيجي معاه بالصدفة لأن ما فيش حد قبل كده عندنا في الدولة يستدعى في المباريات كبيرة رئيسية أو في كاس أمم لعيبة بدون خبرات خالص زي محمد عبد المنع مراهن عليه ونجح وعمر كمال عبد الواحد ونجح ومام عشور ونجح وقبلهم في البطولة العربية تقدر تقول إن أحمد رفعت نجح وتقدر تقول إن حسن فصلا نجح بغض النظر عنه ما استفادش منهم بعد كده بس أقصد في النهاية لأ ورادل أصلا كشاف يعني سكاوت أساسا في بداية رحلته يعني وبالتالي هو عنده عين كويسة مش هنقدر ناخدها منه والشغل في الدوري كتير يعني الجهاز الفني المنتخب المصر أنا عادت مع كثير من أفراده يعني عدد الناس اللي بيرشح لعيبة وعدد الناس اللي بيتابع اللعيبة وعدد الناس اللي بتقدم تقارير لكارلوسكيروش والاختيارات بتيجي إزاي لا هي عملية من وزمة فما تاخدهاش منه يعني آه أنا معاك إن فكرة عقيم دي هي مندرجة على إن منتخب مصر بلعبش كرة هجمية جيدة فأنت شايفها عقيم انت إكستريم شوية انتخدت الموضوع لأقصى مدى لي بس أنا مش هشوفها عقيم بس أنا فهمك على الأقل أنا تفهم أصدق لأن مفيش هجمات كتير بس مش للدرجة بتاعت إن إحنا نقول إن حتى العيبة اللي بتظهر بتيجي صدفة ياسر إبراهيم هو راجل ياسر إبراهيم إنه في فرق زي الأهلي والمنتخب في المباراة المفترض إنه يكون مش الواجب فيها الأساسي الدفاع لا الواجب الأساسي فيها الهجوم كرته قليلة شوية إيدي كل الحدود إنما هو العيب طبعا قوي جدا بدنيا يعني وقاله عمر موجود في الكرة المصرية رأيك في فريرة النهاردة أحمد عوض راجع اللايف كده في الكلام عن الزمالك بداية موفقة جدا بداية موفقة جدا الجول الثالث للزمالك بيحكي كتير تنظيم لياقة وارتفاع في المستوى الفردي اللاعبين حاجة ممتازة بس محتاج يبني عليها لإن لسه بقى في المقابل اللاعب الهجومي ده محتاج أفكار أكتر لأنك هتقابل فرق بالدفع أكتر محتاج تركيز في الدفاع أحسن الدفاع بتاع الزمالك بيلعب دفاع متقدم طبعا لإنه ما يفعش يلعب الدفاع متأخر عشان ما يعملش نفس كارسة كارترون في المتشاط الأخيرة فالدفاع المتقدم ده لسه الحاج الوقت مش واقف على رجله ومش بيلعبها بشكل منضبط فمحتاج شغل أكتر من الرجل فريرا ماجد عفيفي بيقول لإيه كيروش يكمل إحنا محتاجين أيرفي رينارد مدرب مخادرا في أفريقيا حاجة من ريحة فرونو ميتسو المنتخب يستحق مدرب كبير مهما كان مرتب ويجي 4 صنية ولو أكتر يكون أفضل يبني زي أليو سيسي مع السنغال ما يبص بقى أفضل ويبني زي أليو سيسي دي هي الحاجة اللي المفروض تخليك تقول إن كارلوس كيجوش يكمل لأن انت عارف ده معناها إن المدرب محتاج وقت بس أنا معاكف إن إحنا محتاجين حد زي أيرفي رينار بيقدم كرة هجومية لأن ده طموحه الجمهور مش عايز كرة منظمة وعايز كرة هجومية والوقت يكفي بنا فريق لكاس العالم بالجاي يكفي لكن في نفس ذات الوقت أكيد مش هيبقى أيرفي رينار لأن ده بيدرر منتخب السعداء بصراحة تخل ضعيف جدا حسين العيسى ده نفس بطل حامل لقب دوري أبطال أوروبا أنا عارف إن مش معنى إنك حامل لقب دوري أبطال أوروبا ده معناه إنك ناجح لأن روبرتو دماتيو مع لقب دوري أبطال أوروبا عادي يعني بس هو ما قبلها في باريس سانجرومان كان في النهائي فما ينفعش نقول إنه هو مدرب ضعيف خالص يا كل حد قوته إن المنظومة بتاعة شيلسي هي منظومة لا تعتمد على الرجل الواحد هي منظومة واعتمدة بقوة كبيرة جدا على إن كل التروس تدور بشكل جيد لأنه هو نقطة قوتهم الرئيسية اللي يقى البدنية والتحول السريع بتاعة 3-4-3 مع مدرب ألماني اللي يقتل البدنية عالية جدا أو اللي يقتفرق البدنية عالية جدا لكن إطرح بقى من ده عدم نجاح لروميل وكاكوف إنه يقود المشروع وإنه يكون محمد صلاح المشروع المشاكل البدنية الكبيرة اللي عند انجولو كانتي الإصابات يعني مؤخرا والحالة اللي مر بيها النادي اللي خلف بكل تأكيد الفريق محتاس يعني ده بلا شك يعني علي فتحي في حد في العالم أحسن من بن زيمة المفترض ياخد أحسن لاعب في العالم طبعا علي كريم بن زيمة السنة المفترض أنه يطلع ببطولة كمان داول الأسباني فالمفترض أن ده يديله أفضلية فبكل تأكيد ماشي في الطريق تنساش أنه نحن بسنا كاس العالم يمكن ده مش هيفرق مع البالون دور زي ما أعلنوا بس هيفرق في جالزة بتاعة الفيفة فلسه بادري على موضوع أحسن لاعب في العالم لأن لسه في كاس عالم جاي كلمنا عن كارلو الجبان يا ساتر يا رب ونص الملعب اللي هيفضل يلعب لحد ما نموت أحمد السيد هاي بقى أنا بص أنا تكلمت معك في الموضوع دا قبل كده أبو خميد أعتقد كارلو أنشلوتي مدرب جيد ما يفعش نقول غير كده بيعرف يستخدم العناصر اللي في إيده بشكل جيد لكن هو مش مدرب مشروع طويل لأمد لأنه ما بيحطش إيده مع الإدارة في الاختيارات بمعنى إن رؤساء الأداء يتحكمون في كارلو أنشلوتي دائما وبالتالي دايما بيبقى رئيس النادي دماغه مش فنية ودماغه مبنية على مشروع أجيب مثلاً كايلين مبابا وإرلنج هالند ومش هجيب سنتر باك أنا محتاج سنتر باك لا 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 ما عنديش ميزانية أو أقول لك هجيب لك واحد بابلاش مثلاً على سبيل مثلاً أجيب سين لعب بابلاش أو صاد لعب عنده 16 سنة وابني بي ما تشغلش بالك بس أنا محتاج دول عشان تسويق هالند وفينيسيوس فهم لا يخدوا الأفضلية تمام طبعاً لازم يجي هالند وفينيسيس لو ينفع يعني هالند ومبابي آسف لو ينفع بس يعني في نفس الوقت أنشلوتي ما بيقدرش يفرض شروطه ويمكن عشان كده مش يزدان لأن الراجل اللي بيحب يفرض شروطه بما إن أنشلوتي لا يفرض شروطه فهو وافق على إن السنة دي تكون سنة انتقالية قود المجموعة الحالية الأوليلة دي في عدد العناصر بتاعتها طلع لي أحسن ما عندك حد بس ما نوصل للصيف وهفتح لك الخزنة ولما نفتح الخزنة هنجيب اللعيبة الماركت الماركتنج بلان الخطة التسويقية بتاعتنا محتاجاهم لأن دول عناصر هنبني عليهم 10 أو 15 سنة جايين فنجيب بمبابي ونجيب هالند ده المخطط الله أعلم في الأخر ممكن الاتنين ما يجوش واحد يروح سيتي والتاني يفضل في بي أزريه بس في النهاية هو ده التفكير يعني خلاص الماركت جاي يلعب بسبايوس ما كان مودريتش وكامابينجا بدل كازميرو إسكو بدل كروس عشان ما تزعلش لا ده علي فتحي بيرد على أحمد السيد بص ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا بحميد وعلي هو قصده أن ريال مدريد محتاج يضيف عناصر في وسط الملعب ما نفضلش معتمدين على كروس ومودريتش وتوني كروس طول عمر لأن مودريتش بيكبر في السن كروس بيقل في المجهود وكازميرو بيقل في المجهود فصح انت بتكلم صح وفي نفس الوقت أنشلوتين منطقي جدا يلعب التلاتة لأن دول أحسن تلاتة موجودين وهم من الأحسن في العالم في كل الأحوال لكن أنا فاهم أن محتاجين نضيف دماء جديدة ولعبة جمدة لأن كمافينجا وهو واحد من اللعبة الوعيدة جدا لكنه لعب واعد محتاج طريق يقطعه كلاعب واعد يعني يزيزو كيجوش مش بلعب كرة ولا منظمة ولا كرة هجومية أصلا ده أحمد بيبو يعني بص أخذ بالك أن انت اللقطة الأخيرة تدوم في ذهنك لكن ما تنساش أنه ماتش كوتيفوار كان كرة منظمة جدا ودفعيا كنا كويسين قوي ماتش المغرب كنا كرة منظمة جدا ودفعيا كنا كويسين قوي وماتش الكاميرون كناić معاقلين مش بطلين خلص والماتش بتاع السنغال وفي الصدقهرة كنا منظمين كنا مش وحشين يعني يعني ما كناش مهاجمين، ما هاجماش ككير بس كنا منظمين في الملعب لكن فانا بالنسبة لي لا هو بيقدم كرة منظمة وفي العالم كله كان بيقدم كرة منظمة انما مش هجومية بشكل عام يعني وفي الاول في الاخر هي قراء يعني فبرحتها كمعلم سؤال هل هالند يقدر يلعب اساسي على بنزيمة علي فتحي وده اخر سؤال هنجاوبه النهار هالند وبنزيمة طبعا الناس كلها بتسأل مفروض ريال مدريد ما يجيبش هالند لان بنزيمة موجود ابوت بنزيمة بيكبر في السن وكمان سنتين مش هيكون هو كريم بنزيمة اللي موجود في الوقت الحالي وفي نفس الوقت ساعتها هالند هيبقى غير متاح في السوق والله اعلم ما يطلع حد بإمكانيات ايرلنج هالند ولا لا طيب هل ده معناه ان انا جيب ايرلنج هالند وانا عندي بنزيمة فيهر بالشكل ده اه هات ايرلنج هالند وبنزيمة فيهر بالشكل ده واذا كان فيه سنة انتقالية او سنة هيكون فيها عدم انضباط او عدم اتزان فدي حاجة ضريبة انت بتدفعها مقابل انك بتاخد بتكسب ايرلنج هالند بفلوس ممتازة في زمن مستحليل تعرف تشتري فيه ايرلنج هالند تاني ويعيش معاك عشر خمساشر سنة بحكم العمر فبالتالي انت بتبتدي من اول وجديد ريال مدريد في النهاية بنزيمة هيفضل واحد من اهم رموزه وبنزيمة ماعتقدش انه هيمشي بوصول هالند ويقدروا العظم مع بعض في الملعب مش كل الماتشاط طبعا هينفع لان في النهاية انت بتكلم في اثنين طريقتهم في الهجوم وفي الدفاع وفي الوقوف ما تسعيتش قوي ان الفرقة تلعب بشكل منظم على المستوى الدفاعي وبالتالي الا لو هتظلم واحد فيهم وهتطلب منه واجبات دفعية كتير وماعتقدش ان ايرلنج هالند هيمدي لحد عايز يظلمه لانه مشروع نجم اوحد ونجم اول ونجم الشباك ونفس الموضوع بالنسبة لبنزيمة فبالتالي اعتقد ان في الوقت المقبل ممكن يلعبوا مع بعض مش بشكل طويل الامد بس هي خطوة مهمة ريا المزيد ايطاعها لو عارف يكسب ايرلنج هالند انو يكسب ايرلنج هالند وما يقفش بنزيمة في طريق ايرلنج هالند يوصل لان ايرلنج هالند مش هيدي لك بـ 75 مليون كل يوم مش هيظهر تاني في السوق حد بالامكانيات دي بالفلوس دي وبالتالي لا استفيد من الموقف وحاول تخليهم يلعبوا مع بعض في المباراة اللي ينفع تستحمل اتنين فراودة وبعد كده ابني وعايز اقول لك حاجة كمان لو ريال مدريد عنده مدير فني كفء في المستوى الهجومي للدرجة اللي تخلي الاتنين لعبوا مع بعض انا عايز اقول لك على حاجة بمناسبة نبا شجع ريال مدريد كان السيزن الاخير اللي فابيو كاباله مع ريال مدريد اللي خد فيه ريال مدريد دوري 2007 اظن في الموسم ده في ماتش لاعب فيه رونالدو البرازيلي قبل ما يمشي جنب رودنان ستروي الماتش ده ريال مدريد ما كذبوش بس انا شفت كورة للمتعة يعني حاجة كده للمزاج العالي مش هنساها المتش ده لحد دلوقتي وبالتالي انهم يلعبوا مع بعض ممكن هيتظلم واحد فيهم شوية بس في النهاية هيفضل ونزيمة قائد ريال مدريد وهيبقى ايرلينج هالند وجه دعائي رائع لهجوم ريال مدريد في السينية التالية صباحوا على خير ويعني نلحق السحور بقى نشوفكم ان شاء الله في لايف جديد على فتجول دوتكم اشتركوا في القناة